قانون الأحوال الشخصية المعروب هو واحد من القوانين المهمة مثل ما قلت الحضرتك وفيه نوعا ما ضمانات لحقوق المرأة واللي العراق طرف في أغلب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص على مبادئ حقوق الإنسان مثال الأمم المتحدة اتفاقية سيداء غيرها من الاتفاقات كثير من الاتفاقات الدولية وتشوف أنت المنظمات الدولية العاملة بالعراق سواء بأثة يونامي أو غيرها من المنظمات الدولية التي تهتم بمجال الحقوق الإنسان تحث الحكومة العراقية دائما والقوى السياسية على أن تكون التشريعات تتضمن تطبيقات وفق هذه الصكوك والاتفاقات الدولية بس أن القوى السياسية أفرغت تلك التشريعات من محتوها ذات البعد الإنساني الذي يكون ضمن مفاهيم حقوق الإنسان لما تبيح لي الزواج بهذه الطريقة وتكرس هذه السلطة لرجال الدين أنت تبتعد عن مفهوم الدولة المدنية بها القبائل المستقل القبائل العادل وإلا أن نسلم أحوالنا إلى رجال الدين ربما يكونوا متشددين في بعض الأحيان وربما يكونوا ذات أمزجة معينة نحاول الدولة كلها من دولة مدنية إلى دولة دينية دولة إسلامية بصبغة إسلامية وذلك الوقت يتعود كل القوانين نعم هذا الانحراف في تعديل التشريعات لا أعتقد يؤدي إلى استقرار المجتمع العراقي يعني شوفوا المتبنيات التي تضمنها هذا القانون من مصطلح جحفري إلى مصطلح شيعي من مصطلح حنفي إلى مصطلح سني إذا طلعت حضرتك على مسودة التعديل يعني المصطلحات الواردة في مشروع التعديل موجودة فيها النقاط مالها هذه المفردات هي مفردات مذهبية ما يفترض أن نحن في عام 2024 والنادي بدولة مدنية عادلة ذات سيادة وهذا أيضا يؤسس لنظام سياسي مستقر كيف تريد استقرار النظام السياسي وانت تنتقص